موسيقى عزز إطلاق إسرائيل أمس الجمعة 19 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو أثبت أن الجندية الإسرائيلية الأسير في غزة قلعاد شاليت على قيد الحياة الأمل بإمكان عقد صفقة لمبادلته بمئات من الأسرى الفلسطينيين وبالرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حاول أمس تبديد الآمال التي انتعشت في إسرائيل إذ ربثت الشريط المسجل بصوتي وصورة شاليت فإن محللا في صحيفة هآتس الإسرائيلية رأى اليوم السبت أن عملية تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس باتت الآن مسألة متى وليس مسألة ما إذا كانت ستتم وكان نتنياهو قال في بيان أصدره مستشاره الإعلامي إن البرهان على أن شاليت حي معافى يشجعنا جميعا لكن الطريق إلى إطلاق سراحيه طويل وصعب غير أن آدي أيزخاروف أحد مراسبي صحيفة هآتس الإسرائيلية كتب في تحليل منشور على موقع الصحيفة الإلكترونية اليوم أن شريط الفيديو سيمهد طريق رئيس الوزراء نتنياهو نحو تبادل مؤلم وصعب للأسرى مع حماس مقابل شاليت وقال إن بوسع نتنياهو الذي ذكره شاليت بالاسم في الفيديو أن يكون مسرورا بالشريط ذلك أنه لن يجد معارضين في الحكومة أو وسائل الإعلام لخطة لإطلاق مئات من الأسرى مقابل شاليت ورأى أن من الصعب تصور أن أي مسؤول في أجهزة الأمن الإسرائيلية يمكن أن يفكر مجرد تفكير في اقتراح عمل عسكري لتحرير شاليت فالعمل على حد قوله لن يعرض للخطر حياة شاليت وحسب وإنما أيضا مركز أي زعيم يصادق على العملية